اتلفت في العاصمة الرومانية بوخارست مئات ألاف علب السجائر المهربة في إطار عملية واسعة ترمي إلى تطويق السوق السوداء الأخذة في الازدهار في هذا البلد على حساب الخزينة العامة ويبلغ مجمل عدد علب السجائر التي ستتلف حتى يوم الجمعة 660 ألفاً وهي عملية معقدة ومكلفة بحسب ما ذكرت مجموعة جابان توباكو انترناشنل الرومانية موضحة أنها ستساعد السلطات في سعيها إلى مكافحة التهريب ارتفعت نسبة التهريب في الأسواق بالمقارنة مع العام 2013 من 13.7% إلى 16% وهذا يعني تكبيد خزينة الدولة بخسارة تقدر بحوالى 500 مليون يورو وفي العام السابق ضبطت السلطات أربعة ملايين علبات سجائر هربت إلى البلاد من مولدافيا وأوكرانيا ودول من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ينخفض سعر التبغي فيها ستة أضعاف ويقبل المدخنون على السجائر المهربة لأنها تفلت من الرسوم الضريبية التي تشكل 80% من ثماني علبات السجائر القانونية ترجمة نانسي قنقر